تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورتي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد منتخب الجزائر منتخب بالتأكيد الجميع بفخر فيه الجميع سعيد في اللي بيعمله نتكلم عن منتخب عربي يبدو ساحق كاسح لكل المنتخبات اللي عم بتواجهه في قارتين أسيا وأفريقيا نتكلم عن منتخب اللي فترة طويلة من دون أي خسارة منتخب جاء تقريبا بالرديف بغيابات ربما بتصل التسع لاعبين أو عشر لاعبين محترفين في أوروبا وفاز بكأس العرب وخلال طريقه للفوز بكأس العرب كان عم بيخرج منتخبات بتشكيلات أساسية منها بطل آسيا قطر لكن اللي بعد المباراة صار أنه انتشر خبر في كثير وسائل إعلام عربية وأيضا بصفحات فيسبوك وإنستغرام بتكلم عن أن الجزائر حطمت رقم قياسي لإيطاليا اللي هو سلسلة السبعة وثلاثين مباراة بلا خسارة وبنعرفها جميعنا كنت عم بحكي مع مجموعة أصدقاء ربما أحدهم أثار إشي من الشك في عقل الواحد لما قال أنه يا أخي ما شفناهش الصحافة العالمية والوكالات الأخبار العالمية عم تبعث الخبر هذا شوفنا الخبر عم بتم تداوله لكن ما شفناه وكالة فرنسية على وكالة ألمانية على وكالة إسبانية أو حتى صحف عالمية عم تاخد خبر كسر رقم إيطاليا القياسي وأنا من الناس اللي يوميا الصبح بلف على صحف العالم كلها خلينا نحكي الرئيسية في كورت القدم اللي هم الدوريات الخمسة مع البرتغالي وبشوف وكان يعني بعد ما رمى هذه الكلمة كان عندي تساؤل يعني الطليان أول ناس لازم ياخدوا هذا الخبر ما أخدوه فصار الواحد عنده شوية يعني ربما تفكير أنه ربما هذا الرقم القياسي اللي إحنا منعتقد أنه تحطم ما تحطم ففي دائما طريقتين اللي معرفة أنه هذا الرقم القياسي تحطم ولا لا فيفا موقعها الرسمي اللي في الماضي أشار للرقم القياسي الإيطالي عبر عدة أخبار وتقارير لكن هذه المرة لما غطى مباراة الجزائر وفوزها على تونس ما أشار بأي شكل من الأشكال لمسألة تحطيم الرقم القياسي هدول الجزء الأول واضح أنه فيفا نأب نفسه عن أنه يحكي أنه تم كسر الرقم القياسي عبر مباريات كأس العرب اللي هي ما زالت بطولة رغم أنها أقيمت تحت فيفا لكنها ما زالت بطولة مش رسمية بمعنى الكلمة لأنها لسه ما دخلت على أجندة الفيفا ما أصبحت بطولة إلزامية أنه أندي تبعث لاعبينها عشانها فقلنا أوكي بيظل عندنا الخيار الآخر دائما لاحتساب أي رقم قياسي فهي موسوعة جينس للأرقام القياسية اللي اعتمدت في الماضي كثير أرقام قياسية لأن يجوم كرة قدم وأساطير كرة قدم مختلفين من رونالدو لميسي لمورينيو للمبرد لكثير أسماء ما بتخلص كل الأقام القياسية اللي مشهورة في كرة القدم بتلقى جينس بعد فترة عام بتصور مع اللي فاز فيها وبتعطيه شهادة بعد ما يسمى عملية التحقق الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بيشتغلوا بجينس كان اللي تجارب سابقة معهم وكنت عارفينهم شباب ناشطين ولما ترسلهم حيجاوبوك يعني باب الإعلامي فقمت بعمل إرسال استفسار إعلامي عن هذا الرقم القياسي واستفسرت عن شغلتين شو الرقم اللي حاسبينه حتى الآن للجزائر من مباريات بلا خسارة وهل اعتمد مباريات كأس العرب وبالتالي تم كسر رقم إيطاليا فجاءني الجواب اللي حيطلع أمامكم الآن بالصور وأنا بحكي إنه إحنا بنعتبر المنتخب اللي قاد ومجيد بقرة بكأس العرب منتخب معين والمنتخب اللي مع جمال بالماضي منتخب آخر تماما وإنه منتخب الجزائر اللي بقوده جمال بالماضي هو اللي ماشي على رقم طويل من المباريات وعشان يحطم الرقم القياسي لازم يفوز بعدة أو ما يخسر في عدة مباريات بكأس أمم أفريقيا وربما بتصفيات المؤهلة لكأس العالم ويتم عندهم اعتبار منتخب الجزائر اللي فاز بكأس العرب أقرب للمنتخب الرديف من أنه المنتخب الأساسي لكن أيضا رفضوا يكشفوا عن علد المباريات الموجودة حتى الآن عند المنتخب الجزائري بلا خسارة بالنسبة لموسوعة جنس وقالوا هذا الشيء ما منقوم فيه إلا لما ييجي شخص يقدم طلب ويقول أنا حطمت الرقم القياسي الآن هذا المفهوم إذا جنس ما بتعتمد الرقم الجزائري الحالي فيفا ما اعتمد هذا الرقم القياسي الحالي أنا من الناس اللي علقت وقلت أنا متوقع الجزائر إن شاء الله لما ييجوا محترفين وتتاهل على كأس العالم بلا مفاجآت إنها ممكن بكأس العالم تفاجئنا وتروح ع دور الثمانية وتكون أول عربي بيعمل ذلك هذا واحد من أقوى المنتخبات اللي عرفتها الكرة العربية لا بيزيدوا ولا بنقصوا مسألة الأرقام القياسية بس إذا الناس في الجزائر بيعتقدوا أنهم حطموا الرقم القياسي لابد أنهم يروحوا يطلبوا يعني لابد أنهم يرسلوا الفيفا ويقولوا لي أخي هنحطمنا الرقم القياسي والبطولة تحتك لابد أنهم يرسلوا لابد أن يكون في نوع من الخطوات نحو اعتماد الرقم القياسي لأنه حتى اللحظة جنس واضحة بتقول لك منتخب بالماضي شيء ومنتخب مجيد شيء تاني ما من يعتمدهم كمنتخب واحد وبالتالي الجزائر محتاجة عدة مباريات عشان تحطموا الرقم القياسي والفيفا ما أشار للرقم وهذا الوضع الحالي فالوضع الحالي بزا الرقم إيطاليا هو القياسي إذا الاتحاد الجزائري بيعتقد أنه حطموا الرقم القياسي لازم يقوم بخطوات رسمية ويخاطم الاتجاهين ويحاول يقنحهم لأنه لابد مما يسمى يعني الطلب الرسمي أنه هذا حقي نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام وضروري جدا نتابعونا على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله